السلام عليكم وأهلا بكم معاكم محمد لطفي ودرس جديد هنتعلم فيه إزاي نرسم إيموجي الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة جدا ببرنامج الألستريتو أول حاجة هنبدأ في إنشاء مستند جديد 1000 بيكسل طول في 1000 بيكسل عرض بعد كده هختار أداة الالبس طول وهنا مش هضغط وهسحب زي الفيديوهات اللي شرحناها قبل كده أنا هنا هضغط كليك شمال في الأرتبورد هيفتح معايا البوكس ده وهخلي حجم الدائرة 800 بيكسل طول في 800 بيكسل عرض وبعدها هضغط على أوكي هيترسم معايا دائرة بالشكل ده وهسحبها للأرتبورد وهعمل لها محاذاة وبعد كده هروح أختار اللون من الكالار بيك وهضغط دابل كليك بالشكل ده وأكتب رقم اللون السوداسي وهنا هكتب FFD972 وبعدها هضغط أوكي وبعد كده هروح لسواتشزبانل وهختار نيو سواتشزبانل وأحدد على جلوبال عشان لو حبيت أغير اللون في أي وقت وبعد كده هضغط على أوكي بعد كده هختار القلبستول وأضغط كليك شمال من الماوس وأسحب الشكل ده بحيث يظهر لي شكل بيضاوي وده هيكون معايا شكل الفم وهضغط دابل كليك على الكلار بيكر أو لوحة الألوان وهكتب اللون السوداسي 262C3E وأسحب الفم للشكل وهروح للسواتشزبانل وأعمل اللون جلوبال وأضغط أوكي بعد كده هقف على الفم بالماوس وهضغط على أل وأسحب بالماوس بالشكل ده عشان يعمل لي كوبي من الشكل وأبتدي أصغره لغاية ما يديني شكل العين وأخذ من العين كوبي بالماوس بالشكل ده بالضغط على Alt وأسحب بالماوس بالشكل ده عشان أعمل العين التاني وهخلي العيون في جروب عشان أعمل لا محاذاة بشكل صحيح أعلم على العين الأولى وهضغط Shift وأعلم على العين التانية وأختار Object ومنها هختار جروب وبعد كده هختار أداة الأركتول وأعمل الحاجب بسهولة جدا وأقدر أتحكم في الحناء عن طريق أسهم الكوبورد سهم الفوق أو سهم التحت وأختار اللون وأزود الستروك وأخلي أطراف الستروك دائرية بالشكل ده وأعمل لها Rotate لغاية ما وصل للشكل المناسب بعد كده هروح هاخد منها كوبي كليك شمال مع الضغط على Alt وأسحب بالشكل ده وأنا ضغط على الشف بعد كده هختار Object وترانسفورب ورفلك وهضغط OK وبعد كده هعمل لهم Select و Object وهختار جروب وبالطريقة دي أقدر أعمل لهم محاذاة بسهولة جدا وبكده يكون درسنا البسيط انتهى وأتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح وأي سؤال أو استفسار اكتبوا في التعليقات وانتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله